للمرمى أو بيلعب كمان في الطرف الشمال في كتير من الأحيان يعني وليد سينيمان من العيبة التي تلعب في مراكز الهجوم التلاتة تحت رص الحربة سواء يمين أو في العمق الهجومي أو في الشمال هذه على طول وليد وجول ويحط جول ويحط الهدف الأول للنادي الآهل واليد سينيمان على طول يا ولد يا ولد وليد سينيمان المتقلق السنادي في مطلع الموسمي قبل إصاباته في تشكيلة النادي الآهل وليد سينيمان الحقيقة من اللعيبة المميزة جدا تهديفيا جايب ثلاثة اهداف في الدوري والسنة اللي فات كان الهداف بتاع النادي الاهلي في مجمل المسابقات الحقيقة السنة اللي قبلها